اشتركوا في القناة كنت موجود مثلا كنت في البالغ كنت في الشوبيج سنتر كنت في الشوبيج سنتر درس اليوم بيتكلم ايضا عن الماضي لكن عن وصف افعال او اشياء كانت في الماضي في البداية كالعادة بيعطينا بعض الكلمات بعض المفردات لما نستخدمها في هذا الدرس خلنشوف المفردات لهذا الدرس سمعوا حبابي and repeat with the record scary funny boring delicious great popcorn ferris wheel interesting هذه هي بعض الأشياء التي سوف نتعلم اليوم الأول هو سكري عندما يكون هناك شيء سكري مخيف أو شيء مرعب سكري سكري عندما يجب أن تشعر عندما تشعر عندما تشعر عندما تشعر عندما تشعر عندما تشعر تسوي ملان تقول I am boring أو شي كان مثلا مملس استعملت تقول it was boring يعني كانت مملس شغلة هادي delicious اللذيذ أو طعم ممتاز أيضا أوصف شي في الماضي أكلتها مثلا أقول كان لذيذ great something is great رائع روعة popcorn freeze wheel interesting 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 شيء ممتع أو جادد إذن هذه المفردات تحتاج تحفوظهم الحبابين تسخدموهم إن شاء الله في الجمل الصاد إذن شفنا this is called scary very good very good funny what's this boring excellent what's this delicious very good something delicious these what's this great what's this popcorn very good what's this popcorn very good interesting interesting شيء ممتع it's called interesting interesting these are the words هاد كلمات لخدناهم from c choose a number اختار رقوا حبابي yes number one what's this interesting very good number two very good freeze wheel number three excellent popcorn number four great very good five delicious excellent six four eight scary الآن حبايبي بنتكلم عن أشياء صارت في الماضي زي ما نتخيل نتكلمنا قبل شوي و كيف بنتكلم عن صفات أو أوصاف شغلات كانت في الماضي بلاي خلنا نستتكلم بشكل سريع الدرس اللي راح أخدنا في درس راح ضمائر I he she it you we they they i he she it was he she it it was they was لكن لما يجي أسأل باقوا معا أخذ شيء لهذه was وأجيبه في البداية هني فصير تركيبة was i or was she عشان يصير سؤال يعني نسوي switch مكان الضمير مع المساعد was ونفس الشيء هني where بيجي في البداية عشان نكون a question in the past سؤال في الماضي أمثلة they were in the classroom تصير عشان تسأل where they in the classroom and question mark يعني هل كانوا في الفصل الجملة اللي فوق they were in the classroom أنا قاعد أخبر أقول أنهم كانوا في الفصل فأقول they were in the classroom لكن لو أنا أبغى أسأل أقوم أسوي exchange between they and where فتصير they were تصير where they طبعا نفروض أنه تصير capital وهذا يصير small لأنه صار في فصل الكلام طيب الصورة قدامهم في الفصل موجودين كانوا بالفعل فلما يسألني where they in the classroom أحتاج أقول yes or no مع أن الصورة موجودين كانوا في الفصل فأقول yes وأرجع لأساس الجملة اللي هي they were لأنهم تكلم عن مجموعة فأقول yes they were ما نحتاج تكمل زي ما قلنا هذا short answer فنقول yes they were مثال ثاني نفس الجملة قبل شوية ليش منها they were in the classroom طيب لما أسأل هاد الجملة طبعا لما أجي أسأل هاد الجملة خليه سؤال بنقول بدل they were بصير where they in the classroom ونحتاج إلى question mark هنا ولو شفنا الصورة ما في أحد الفصل فبدل ما نقول yes بنقول no أيضا راح نقول they إن موجود في الجملة هني they وأيضا were لكن خليها بصيغة النفي وصير weren't no they weren't قبل شوية لو تذكروا كانت were لأنه كان مثبتة لكن الآن النفي فأحتاج بدل were إلى weren't ثالثاني he was hungry يعني كان جوعان مثلا he was hungry طيب عشان أسأل بدل he was بصير was he hungry question mark طيب هاد كان جوعان لا أنا قاعد يأكل فبقول no he wasn't no he wasn't لا بقول yes بقول yes he was بدل wasn't طيب هاد الولد كان ما عند أكل جوعان فقلنا he was hungry وبسأل بقول was he hungry هل كان جائع بنقول yes he was yes he was يعني yes he لأن تكون الشخص والفعل المساعد هذا تقريبا الكلمات الموجودة في هذا الدرس مع القاعدة الموجودة شرحناها بشكل سريع إن شاء الله كانت واضحة هني عندنا بقطعة قراءة يتكلم فيها عن الدرس اللي أخذنا وستخدام السؤال والإجابة على السؤال بصيغته yes and no مجموعة من الأولاد مع أبوهم كانوا في مدينة ملاهي بعد ما رجعوا من مدينة ملاهي جاتسين وحكوا لأمهم واش كان في مدينة ملاهي واش كان ممتع واش كان استانسوا فيه فبيستخدم was and where فهذه القطاع خنشوفهم نتكلم عن بعض الشغلات اللي تعرضنا ليهم was and where number one Ahmed, Jameel and Omar were at the amusement park with Ahmed's father yesterday so they were with Ahmed's father at the amusement park yesterday so the father was boring number two when they returned after the amusement park at Ahmed's house هلا بعد ما رجعوا البيت بيتكلموا عن the amusement park hello were you at the shopping center اللي تسألهم where you يعني هل كنتم استخدمت where you لنا سؤال at the shopping center فهم ما كانوا هناك فقالوا no we لأنهم جام no we weren't بدل where قالوا weren't لنا في no we weren't we were at the amusement park number three number three الام تسأل how was it كيف كان عند المدينة الألعاب the ferris wheel was great the ferris wheel was great هني يستخدم الواز تكلم عن أشياء في الماضي ويوصفها فقالوا the ferris wheel اللي شفناها الكلمة ferris wheel was great كانت ممتعة وكانت رايع it was boring لاب عند رايع الثاني قال it was it لنتكلم عن أشي غير عقله في ريز wheel it was boring الان يوصف استخدم كلمة was عشان يوصف أشياء في الماضي فيقول it was boring الولاد الثاني عند رايع ثاني قال no it wasn't it was scary no it wasn't it was scary كانت مخيفة في ريز wheel mmmm mmmm that was delicious Jameel was the ferris wheel delicious so Jameel said that was that was delicious كان لذيذ فان أم فكرت تكلم عن the ferris wheel فكرت له was the ferris wheel delicious no the popcorn was no he said the popcorn was كان أخطة the popcorn that's funny Jameel hehehe Jameel was hungry hehehe Jameel was hungry أيضا كمعان أو يوصف Jameel في الماضي أنه كان hangry Jameel was hungry بعد ماشي من القطعة بشكل سريع عندكم تمرين number two على هذه القطعة نفسها look at activity one and ride the popcorn was the popcorn was delicious the popcorn was the popcorn was delicious number two the freeze wheel was الأب كان يقول عن freeze wheel من يقول very good the freeze was boring when he got it was boring number three the freeze wheel was هدا الولد لما تكرم عن freeze wheel هدا قال great كانت رائعة the freeze was great لكن هذا اللي كان خائف قال the freeze wheel was scary excellent number three تمرين الثالث listen and tick عدنا listening skill مهارة الاستماع راح تسمعوا حبابي أو جملة أو حوارة عن إحدى الصورتين عندك في كل فقرة صورتين واحدة منهم هي اللي راح تكرم عنها الشريط اسمع وحاول تعرف أي صورة اللي تكرم عنها and tick on the picture number one hey hey Reema guess where we were yesterday afternoon i don't know where we were at the amusement park was the ferris wheel scary no it wasn't it was really boring so so the 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 picture is a very good number two hey Jamil were you at the new fast food restaurant yesterday yes I was the place was nice what about the food was it delicious no no it wasn't it wasn't good at all so a or go back and listen again the right picture is b very good three was the book interesting no it wasn't it was boring a or b very good number four hey sahar where were you yesterday afternoon i was at the zoo was the monkey funny oh yes it was it was very funny so the picture is a it was funny so this is the listening task uh a and now the we're looking at activity 3 ask and answer hey activity 3 was the freeze wheel scary no it wasn't was boring يعني أعطي أسئلة سواء حتى على التمرين الآخر مشارطة تمرين ثري من عندك سرعا أي شيء Was the shopping mall boring? Was the zoo boring? Was the movie scary? اسأل عن الأشياء أو الوصف الأشياء في الماضي وزمين ثانية أو أحذب بيت إيجابيك Yes it was No it wasn't Yes they were No they weren't ألا حصل سؤالك بكل الجواب وكتاب النشاط بيج 89 89 عندكم تمرينين باح لكم من كل تمرين الفقرة وتكمل الباقي هني يعطي إنك بعض الصور إلوغاك تكتب كلمة من فوق تناسب هذه الصورة عشان تكمل هذا المقال وان أحمد هذا هو أحمد إنها تختاروها Was at the عندك صور هني What's this? نعم This is zoo So أحمد was at the zoo تكمل أتشوف الصور وتختار كل كلمة مناسبة لكل صورة التمرين الثاني Read and circle then look and match يبغى تختار واحدة من الثنتين Was or where الحسب الجملة وبعدين توصل إلى الإجابة المناسبة الكتاب حل لك وحدة خلنا نشوف كيف حلها كان عندنا ولد Was Ali at home yesterday afternoon ومن الصورة نعرف أنه كان في البيت فقلنا Yes he was نفس الشي لباقي الفقرات يعطيكم الصحة والعافية ونشوكم إن شاء الله في الدرس قادم إلى اللقاء شكرا